مولانا الناس بتسعاد بتسأل فعلا وانا شفت ده حتى جوه دايرة عائلتي انا عايز اطلع الحج بس الفلوس مش جهزة معايا ينفع اخد مثلا قرد من البنك ينفع استلف من فلان من زيد من عبيد علشان اقدر اقضي الفريضة ولا لأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا طبعا دي الايه 97 من سورة الى عمران والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله الذي فصر الاستطاعة المشروطة بالزاد والراحلة جميعا فيما اخرجه الحاكم في مستدركه وردي الله تبارك وتعالى عن السابقين ورحم الله التابعين وبعد اولا الاية واضحة وضوحة الشمس في عالية النهار الركن الوحيد من اركان الاسلام اللي اشترط فيه الاستطاعة هو الحج من استطاع اليه سبيلا ولذلك الفقهاء الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ومن وفقوهم قالوا الحج واجب موسع يعني ايه واجب موسع يعني يفعل في اي جزء من اجزاء العمر شوف حضرتك لما ربنا فرض على الامة المسلمة الحج قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ان الحج فعلا تراخي بان لو كان على الفور كما قال المالكية كان رسوله السلام اول ما نزل او نزلت ايات الحج كان حج ولكنه تعمد ان يوكل او ان ينيب سيدنا ابا بكر رضي الله عنه فدل على ان الحج يجب على التراخي تفعله في اي وقت من الاوقات ولاجل ذلك لا داعي للاختراض طبعا الاختراض اللي هو تكلم عنه المالكية لان في ناس هتلغبط الاوراق او تخلط الاوراق المالكية تكلموا على القرض الحسن ولان الحج عند المالكية يجب على الفور رأي المالكية في نظري انا استاذ فقه مقارن كما تعلم لا مرجوح في هذه المسألة والراجح رأي الجمهور لان النبع السلام كما قلنا حج بعد ما نزلت ايات الحج بعدة سنوات وانا بقى اوكل سيدنا ابا بكر كما قلنا رضي الله عنه ارضاه من هنا القرض الحسن لا يجوز خطب السيادتك ليه الاداء الحج فما بالنا بالقرض الربوي وهو الزيادة على رأس المال انا انبه شيء حتى لا يتوصل الى طاعة الله بمعصية الله بعض الناس هيخلط ما بين التقصيد كدعم وما بين القرض الربوي يعني يجي يقول لك ايه طيب مثلا ممكن ان دي قرض منافع ومش قرض منافع ويجوز في الزيادة على رأس المال اقول له ازاي انت مش عدنا لخبط الدنيا امتى يجوز يجوز لو ان تأتي شركة او مؤسسة ايا كانت مالية او غير مالية هتقول انا سانفق على حجك لكن لم اعطيك كاش لم اعطيك سيولة في يدك هو ايه علة الربوي انا هسدد نفقات الحج ليه المكان الاقامة للانتقالية للطيران مسيح اللي هتقنبه كخدمات ماشي خلاه على انها منا المرابحة ولان القادة اللي قالها ابن القيم رحمه الله اذا توسطت السلعة بين مالين فلا ريبة ماشي بس ده مش هيحصل اللي هيحصل ايه حضرتك هتأتي مؤسسة مالية ايا كانت ستعطيك مالا وهتقصته بزيادة طيب ودخر دروبوي طيب وانا لنهاردة مثلا جات شركة سياحية وقالت يا جماعة احنا عاملين رحلة للحج وبالتالي احنا هنقصتها بس انا هتفعها ايوما انا هروح للشركة هتجي الشركة هتقولي والله بص يوسف انت هتم دي مساء العشر شيكات دول ده في التاريخ ده وده في التاريخ ده وده في التاريخ ده حسبها ما يتفق فانا هبقى مثل شيكات رحت للشركة الشركة بتحصلها من البنك اللي بينزل فيه المرتب وانا اطلع الحج سيدي هذا اذا كان قرض منافع بتيسير خدمات او دعم خدمات هذا لا بأس به وان كان لها تحفظ على مسألة التوقيع على الشيكات والإصارات الامانة لان صراحة الإصار الامانة مخالف للشريعة قولا واحد لا معلاش لا فيه او فيه وسائل شرعية يعني النهاردة فيه امران في المعاملات في مصر قائمة المنقلات الزوجية على انها امانة تستخدم سلاح ضد الزوج بتهمة التبديد لا اثبت حق الزوجة بس بدون ان انت تعملها امانة دي مش قضيتنا اما نيجي برضو حضرتك لإصالات الامانة ما بين التجار يا اخي الحبيب ما حصلش لانت كيف إصال الامانة ايه انا حررت محررا ان انا اخست منك مالا لأوصله لزميلك او لجارك هذا لم يحصل فحضرتك دي بيعتبر تبديد واتهام وينال من شرف الانسان فإصال الامانة يجب ان يقنن وكذلك قائمة المنقلات نيجي بقى الموضوعنا الاساسي حضرتك كنا ممكن زي ما تفضلت لو في مؤسسة ما او شركة سياحية لن تعطيك مالا في يدك ولكن هي ستنفق على خدمات الحق كلها بداية من الفيزة التأشيرة الى حجز الطيران الى الاقامة في المطوف كله لا بأس هنا طالما توسطت سلع ولم اخذ نقودا كاش في يدي لا بأس يبقى هنا ممكن نعتبرها من عقد المرابحة تمام كتمويل يبقى تمويل عقد مرابحة لا اخذ بكرر اموالا في يدي اما بقى اني واحد يقول لي ايه انا سلها قد فلوس وهتتقصط واحج وهسددها بفائدة او بزيادة على رأس المال اقول له هذا ربا 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 حرام ولا يتوصل الى طاعة الله بمعصيته